فعلاً لو إحنا رجعنا كده شوية بالذاكرة هلا إن كان أصعب قرار في حياتنا اللي هو ليالي وليالي وشهور وشهور عمالة أفكر في القرار ومش عارف أتخذ القرار في الوقت المناسب كان وراع على طول حياة مختلفة تماماً أنا جربت ده في حياتي وراع على طول يعني على قد ما بيبقى القرار صعب وبتبقى محنة كبيرة وبتتخطي مرحلة صعبة بس سبحان الله يعني بتلاقي بعديها حياة تانية ومرحلة تانية وناس تانية فتحس إن انت كنت في عالم وروحتي لعالم تاني خالص ما تزعلوش على حاجة فاتت مدام ربنا مدينا عمر ولسه بنتنفس وقفين على رجلينا وبننم من غير خراتيم في العناية مركزة وبنقوم من غير خراتيم ومن غير محد يقومنا فالحمد لله يبقى احنا تمام احنا تمام جدا ونحمد ربنا جدا 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 على كل النعم اللي في حياتنا راحت فلوس ايه المشكلة في داعي ما انا اللي بعمل الفلوس راحت صاحب عمري خني وتعني وسرقني يلا ايه المشكلة نعمله ايه هو الخسراء نشوف صاحب تاني بس يكون محترم وعرف اختار الصاحب ترجمة نانسي قنقر